السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل في الكورس بتاع الأدوية بتشتغل في والليلة المحاضرة الخامسة او الفيديو الخامس حنخش في واحد من الطوبيكس هتكلمنا عنها طي في الفيديو ده هنتكلم عنها اربع نقاط النقطة اللولة النقطة الثانية النقطة الثانية هنشوف بتاعتها بالتفصيل وحنشوف التوليرانس والحاجات المتعلقة بها طيب نبدأ بالساداتيف والهيبنوتيكس اول حاجة عندنا فارق بين الساداتيف والهيبنوتيك دراج لما نقول الساداتيف دراج معده مهدئ باختصار شديد مهدئ وده منوم الفوق بهدئ والتحت بنوم فيبقى الساداتيف دراج اجنت ذات تقلل الانكزيات وانما نقول الانكزياتي اللي هي القلق يعني والتوتر نعني توتر بالمعنى الحقيقي بمعنى انه هو مرض او عرض لمرض معين مش توتر كده زور الكهرباء قطعت قام ده معناتي عندي توتر يمشي يستخدم الساداتيف والهيبنوتيك لا انكزياتي هي واحدة من ال واحدة من العراض العديل بتكون تبع امراض معينة فهو بيعمل ليها ريليف عشان كده الساداتيف دراج ممكن نسميه انكزيوليتك ممكن نسميه انكزيوليتك انكزيوليتك دراج انكزيوليتك يعني بيقلل الانكزياتي انكزيوليتك تهدئة يعني عشان كده حيانا الساداتيف بنستخدمها في التشنجات في التشنجات بيكون في ماسكولر كونتراكشنز بيكون في هاي الكتريك امبالسيس في السينيس فبينهدئ الموضوع هذا كله بالساداتيف الهيبنوتيك دراجس هي بتنويم يعني ما شرطا الساداتيف دراجس ينويم الساداتيف دراجس ممكن يهدئ الزول من غير ما يدخله في السليبنج لكن الهيبنوتيك دراجس بيعمل دوخ عادين للزول وبعد ذلك ينكريج انكريج ومينتنانس في السليب يعني هو بيبدل السليب وبيتطول فترة السليبنج عشان كده مناسب جدا لزول ما بيقدر ينوم او عنده انسومنيا ارق او عدم النوم وصمتايمز في امراض معينة بالمناسبة علاجة ان الزول ندخله في السليبنج زي مثلا حالة الستيطس ابليبسي اللي هي بيكون زول في موسكولر 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 باسبيرون و راملتون فالباربيتورات والبنزوديازيبينز ممكن تشترك في خواص كثيرة في السايد افكس في اليوزز يعني بشابه وشابه شديد وان كان الباربيتورات السايد افكس بتاعتها اقوى عشان كده هي استخدامه اقله لكن عموما هم كلهم ديل بيشتغلوا في القابة موسكولر الباسبيرون يمكن يكون شوية مختلفة عنهم لانه بيشتغل على 5HT اللي هما السيروتونين ريسبتر وعشان كده هو مميز في انه هو عبارة عن لكن ما هيبنوتك يعني ما بنوين وده حية كويسة لانه احيانا ما محتاج انه ادخل الزور في حالة نوم فانه داير بس يكون هادي الراملتون ده بيشتغل على الميلاتونين وحنشوفه ان شاء الله بالتفصيل لكن دار اوريكم انه اهم اللي ممكن تلعقينه طيب الكلينيكال يوزيس اف سيرديف والهيبنوديكس نحن من استخدامه في شنو شوفه من استخدامه في شنو وعموما اطبعا في نقطة مهمة جدا لازم اقوله لكم هنا في الفريق بين سيرديف والهيبنوديكس احيانا الدوز هي الفريق يعني مثلا البنزوديازيبين مثال لها الديازيبام اوكي الديازيبام الديازيبام ده في جرعة صغيرة او جرعة معينة ممكن يدينا سيرديف افكت لو زدت الجرعة ممكن يدخلك في هيبنوديكس ولو زدتها شديد ممكن يعمل سينيس ديبريشن يوقف سينيس وممكن يزول يخش فيه لكن ده اوكي في ابقى الفريق بين سيرديف والهيبنوديكس ممكن يكون فريق في الدوز بس يعني انه الفكرة كلها انه نحن عندنا دوز ديبندنت افكت لكن في احيانا في ادوية زي ما قلت لكم هي سيداتيف لكن ما هيبنوديك زي الباسبيرون طيب فاليوزيس بتاعتها سيرديا كلها بالشابه ممكن زي ما قلنا تريليف ان اكزياتي عشان عارب بها الانسومنيا اللي هو الارق او عدم النوم for sedation and amnesia before and during medical and surgical procedure يعني اثناء العمليات باستخدامها في sedation for treatment of epilepsy او الصرع يعني باللغة العربية epilepsy and seizure طبعا في فريق بين epilepsy والseizer حانيجي نشوف فريق بينناتهم ان شاء الله في الانتيابيليبتك دروكس as a component of balance anesthesia برضو ما استخدمه في التخدير وفي control of ethanol or other sedative hypnotic withdrawal state يعني احيانا لما الزول يكون مدمن اثانول مثلا لو نديه اثانول ويعني يوقف وفجأة بتصهر له اعراض الاعراض دي نحلة بين عائلية بالsedative والhypnotics طيب حتى بنستخدمه وبنستخدمه في الدياغنوزيز بتاع بعض الامراض ده سامري جدول يعني بنلخص لك البنزوديزابينس بمختلف انواعها طبعا دي كلها تبع البنزوديزابينس طبعا كتير شديد اكتر شيء الفرياشن بيناتهم كله بيجي من في التي هالف يعني في العمر بتاع النصف فعشان كده مقسمات ل short acting medium acting long acting واحيانا الترا short acting يعني دي صغيرة شديدة تشتغل فترات بسيط جدا انسون لكن كلها تشتغل في القابة وطبعا كونها هي تشتغل في القابة ده بتحسن من الكلورايد ion channel opening frequency يعني بتخلي الكلورايد تفتح برات بمعدل اكبر وبالتالي دخول كلورايد يكميات اكبر وبالتالي ده بيعمل شنو؟ بيعمل انهيبشن للخلايا تاعت السنتر نيرو سيستيم زي ما قلنا عندنا dose dependent depressant effect يعني كل ما زيد الدوز بيزيد الدبريشن كل ما زيد الدوز بيزيد الدبريشن عشان كده الموضوع ممكن ينضغل من sedation لي هيبنوزيز لي بعد شوية بيحصل شنو بيحصل دبريشن عادي central نيرو سيستيم دي بريشن ودي مرحلة ان احنا ما بنحبزها اصلا لانه دي تعتبر toxic level يعني ال clinical application زي ما قلنا من استخدامهم في anxiety في insomnia احيانا في relaxation بتاع المسل as we said في الانسيزيا and so on مثلا البروزولام بيستخدامهم في anxiety disorder وفي phobias الزواج عنده phobia مش معين لورا زيبام بيستخدامهم في anxiety يعني كلهم بيشابهوا بس بيختلفوا في شنو في الوقت اللي بيشتغلوا فيهم اوكي اللحظة دي كلهم بيستخدامهم في الانسومنيا كلهم بجوزهم منهم short acting immediate intermediate acting وفي حدات long acting بيشتغلوا من يومين لثلاثة يوم بعداك حسب الزول والمرحلة بتاعت الانسومنيا بتاعته وين طيب في بعض الحاجات في البنزوديازيبينز بتخلينا نركز معاها اللي هي موضوع الطوليرانس الطوليرانس اللي هو انه الزول بعد استخدم الدواء بكميات كبيرة او الفترات طويلة ده بيقلل من الفعالية بتاعته كده قال decreased responsiveness to a drug following repeated exposure is a common feature of sedative hypnotic يعني موضوع sedative hypnotic هي عندها الحاجة دي لما استخدمها بفترات طويلة بجرعات متقردة ده ممكن يقلل من الفكاس بتاعته وهينا حطى الرعمة شنو ازيد الدوز وبالتالي اخش في depression state طيب ده سوء آلين ليكم السؤال الاول how do you deal with someone who told you that he or she is suffering from insomnia زول جاك في الصغدالية في العيادة whatever انت شغال في الاتوميديكال سيكتر جاك قال ليك انا عندي ارق كيف حد ادعمل معه if someone experienced a toxic dose سمعت ليك انه جاركم اخذ جروعة كبير جدا من البنزوديازيبين how he can be treated بيدعال التشايف you can search in google او في المرجع اللي حالي ستجل لكم ان شاء الله فكذي يقررون اجاباتكم الاسئلة دي ولحد الفيديو الجاي شوفكم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة